شاهدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بوليس فهمي اسكندر أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدود بالمحكمة وهم المستشار صلاح يوسف نائباً 11 لرئيس المحكمة والمستشار محمد عباس نائباً 12 لرئيس المحكمة كما أدى أيضاً اليمين القانونية لأعضاء الجدود بهيئة المفوضين بالمحكمة وهم المستشار الدكتور مظهر فرغلي رئيساً بهيئة المفوضين والمستشار هشام سكر مستشارا بالهيئة والدكتور محمد طاها مستشارا مساعدا بالهيئة وبهذه التعينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنا لكافة الجهات والهيئات القضائية